انطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية اجتماع بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين من مصر وفلسطين والأردن والولايات المتحدة وإسرائيل وذلك لبحث التهدئة في الأراضي الفلسطينية قالت وزارة الخارجية المصرية أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أضافت الخارجية أن اجتماع شرم الشيخ يأتي أيضا استكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة في براير الماضي وذلك بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام